بدأت أسواق الماشية تشهد حركية كبيرة كل من الموالين وكذلك الفلاحين مع اختراب عيد الأضحى المبارك مع تسجيل فائد مسجل في عدد المواشي لكن هذا الفائد لم يمنع من ارتفاع الأسعار التي بات يراها المواطن جنونية التفاصيل مع أبراهيم برقاش مع اختراب عيد الأضحى المبارك بدأت التساؤلات تختلج نفوس المواطنين حول وفرة الأغنام وأسعارها وفي جولة قادتنا إلى أحد أسواق الكباش لاستقصاء الوضع حيث وجدنا الأسعار مرتفعة بالرغم من الفائض في عدد المواشي هنا كلش متوفر وكلش وماكلوش الماكل اللي رأي غلط الماء الماكلة غالية بزاف الباكل القرط رأي دين مئة ألف مئة ألف البوطع وترانسبور وكتعرف والتعب بتاع الناس كما الفلاح كما يبيع ما يقشره كما يبيع الكبش بيع وخمسة منان ما يقاش كبش تعليد غالي بزاف ربع ملايين وخمسة ملايين وست ملايين وراهم رايحين غلاء أرجعه الموالون والبائعون لنقص المادة الأولية وكل ما يتعلق بالأعلاف والتبن مما نتج عنه ارتفاع جنوني في أسعارها تبن خمسين ألف البوطع والخدام ما تلقاش اللي صار جيك ما تلقاش مئتين ألف تحويس عليه ما تلقاش والألف خمسمائة ألف القنطان وما كاش جيبوا متغول قا ويوكل البوطع تبن خمسين ألف فارك والخدام ما يلقاش روحوا ما يلقاش روحوا هم بوصيبوا لا ألفوا كذا ومنهم هم بوصيبوا شي الناس تفشلت من جهتهم الفلاحون برروا التهاب أسعار الأعلاف بالجفاف الذي عرفه الموسم الجاري والنقص الحاد في إنتاجهم معطيات السوق توحي بغلاء سعر الأضحية لهذه السنة ما يشكل ثقلا على كاهل العائلات الجزائرية خاصة ذات الدخل المحدود منها فهل من سلطات تراقب وتقنن سعر الذبحة؟